هنطير على طول فريق كرة السلة رجال كان عنده مباراة مهمة هذا الاسبوع مع نادي الجزيرة طبعا احنا بعد الفوز الكبير اللي حقناه مع نادي الزمالك انتقلنا طبعا تعرفين دور السوبر في كرة السلة دوري قوي ثمان فرق ما تعرفش مين هيكسب مين كان عندنا مباراة مهمة مع نادي الجزيرة بقيادي كابتر محمد الكرداني لعب نادي الجزيرة والأهل السابق ومنتخب مصر وفاز النادي الأهل بنتيجة كبيرة أيضا 83-67 المطش كانت لعب مبارح بالليل على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة اللي هي بقت ملعب نادي الجزيرة ما بقاش لستات غيروا ملعبهم خلوه صالة اتحاد الشرطة الرياضي الحياة الصالة دي حلوة الحياة وانا صغير كنت بحب ألعب فيها صالة حلوة وأرضياتها كويسة وفيها كل الإمكانات اللي ممكن أي فرقة تحتاجها الجميل ان الأهل كان متصدر المطش من بدايته لنهايته والأجمل من كده أن مستر أجوستي بوش شارك عدد كبير من ناشئين تقلق منهم ثلاثة الحياة تقلق مؤمن طري خيري وأخوه محمد خيري وأيضا تقلق كريم حاتم التلاتة تقلقوا أولا كريم حاتم ومحمد خيري اللي اتنين بلعبوا لسه تحت 18 لسه صغيرين مؤمن بلعب تحت 20 وبيلعب درجة أولى فأنت لسه بتعتمد على لعيبة يعني مؤمن حط 10 بنت محمد خيري حط 3 بنت كريم حاتم عمل لعب يعني أنا شايف الولد ده ما شاء الله يعني بالذات يعني طبعا محمد وطارق مؤمن ومحمد مفهومش أي خلاف اتنين ولدوا نجوم ما شاء الله يعني ولكن كريم حاتم الحقيقة أنا عجبني لأن مركز سنة لعب ده نادر لما بتلاقي لعيب فيه بيطلع فين وفين كل كم سنة يطلع لك لعيب كويس بس أنه مركز نادر بيعتمد على مقاومات شخصية ومقاومات فنية الاتنين ممكن لبلعيب فنية عالي جدا بس ما عندوش الليدرشيب في الملعب والبوينجارد أو الصنع اللعاب محتاج يبقى عنده شخصية قيادية وعلى فكرة ما لهاش دعوة بسن يعني أنت ممكن تبقى عندك 18 سنة و 17 سنة وبتقود فرقة كلها أو أصغر واحد فيهم عنده مثلا 26 27 سنة فالليدرشيب دي ما لهاش علاقة بالسن هي شخصية أنت بتتولد بيها كريم حاتم لما كان معانا هنا في برنامج الأبطال أنا سألته قلت له أنت ممكن في يعني محمد خيلي لما كبر شوية كان هو بوينجارد دلوقتي بيلعب شوتينجارد عادي ما فيش مشكلة كل ده كويس ولكن كريم حاتم بيحب صناعة الألعاب بيحب المركز ده عايز يبدأ فيه مش عايز يغير فالنادر لما تلاقي لعيب أنا أتصور أن كلها سنتين واخدوا الكلام ده مني يعني ويسجلوه كمان سنتين النادر لعيب مش هجيب محترف صناعة الألعاب لما كريم حاتم ياخد الثقة ويشد عوده كده ويبقى يعني من اللعيب الستاندينج في الفريق الأول النادي الأهل كفريق أول مش هيجيب صناعة الألعاب في الوينجارد هيجيبه في مركز تاني لأنه خلاص هيسد الفراغ ده وهيدي فرصة لمدير فني أنه يفكر فيه مركز تاني على حسب نقص وقت مركز أربعة مركز خمسة تلاتة اتنين هيشوف الدنيا فالحقيقة ده من أهم مكاسب الفريق المباراة الجاية يوم الجمعة إن شاء الله الأهلي والاتحاد اسكندري هيتلاقي في الصلاة الأمير عبدالله الفصل الساعة 6 وإن شاء الله نحن لحضركم هذه المباراة المباراة دي هتتنقل على الهواء المباشرة عن شاشة قناة النادي الأهلي الساعة 6 والاستوديو تحليل إن شاء الله يكون الساعة 5 مع ضيوفي وهنتكلم عن طبعا بعد سبع ست مباراة بقى يعني ست مباراة هيكون اتضح كل شيء هيبقى كل فرقة سواء الاتحاد أو الاهلي اللي هم بيتناصفة صدارة الدوري دلوقتي كل فرقة خلاص هيبقى من أقوى دفاع من أقوى هجوم إحنا ماشيين إزاي هما ماشيين إزاي الفروق قريبة جدا والاتحاد السنة دي أفضل يعني ده كل المتابعين عارفين فهنشوف الدنيا دي وهيبقى فيها تحليل للأرقام كويسة أو إن شاء الله يوم الجمعة هنجهزوا لحضراتكم انتظرونا إن شاء الله يوم الجمعة في المباراة القادمة لرجال أو سلّة رجال النادي الأهلي